كتبت وكالة الأنباء الجزائرية مقالاً صحفياً تحدثت فيها عن استقبال قنوات تلفزيونية عمومية للهرب أميرة بوراوي التي تم إجلاؤها بطريقة غير قانونية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية وجاء في نص المقال لم تعود المصالح الفرنسية التي وصفتها بالبربوز تخفي مناوراتها بل أضحة تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وهي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية امرأة ليست صحفية ولا مناظلة ولا تحمل أي صفة يتم إجلاؤها إلى فرنسا وفي ضرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكنها من التحدث في بلاتوهات قنوات تلفزيونية عمومية وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعنت التعبئة العامة لخبرجيتها وبات هدفها واضحا ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023 سيناريو خليج الخنزير فإنهم قد أخطأوا في العنوان الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجية الفرنسية خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وخبرجية وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيرهم للمخزن إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بنائه بين الرئيسين تبون وماكرو لفتح صفحة جديدة بين البلدين ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو